موسيقى انتهت المهلة الدستورية المحددة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية بلغ عدد المتقدمين بطلب ترشح لخوض الانتخابات 51 شخصا ولقبول الطلبات يتعين على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغي عددهم 250 وقد دعى مجلس الشعب بعض البرلمانات لمواكبة عملية الانتخابات الرئاسية وهي 14 دولة منها إيران وروسيا والصين والجزائر وسلطنة عمان وفنزويلا وجنوب إفريقيا اشتركوا في القناة استلمت المحكمة الدستورية العليا الصندوق الحاوي على تأييدات السادة أعضاء مجلس الشعب مرفقا به نسخة عن سجل التأييدات وكتاب السيد رئيس مجلس الشعب وإن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية العليا وهي في حالة عقاد دائم منذ فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية وسوف تجتمع المحكمة الدستورية العليا وستدرس ملفات طلبات الترشيح إضافة إلى التأييدات الخطية للسادة أعضاء مجلس الشعب التي حصل عليها كل مرشح وسوف تبط بهذه الطلبات ضمن المدة القانونية المحددة في خمسة أيام كما ستقوم المحكمة الدستورية العليا بالدراسة والفحص القانوني لملفات الترشيح وسوف تصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي توافرت فيهم الشروط الدستورية والقانونية وفق أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014 وقانون الانتخابات العام رقم 5 لعام 2014 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذا الحوار الخاص بالاستحقاق الرئاسي نسلط الضوء على آخر التطورات الحاصلة وللحديث حول هذا الاستحقاق الرئاسي يسرنا أن نرحب بعض مجلس الشعب الأستاذة منال الشيخ أمين أهلا ومرحبا بحضرتك كما نرحب بالمحل الأسياسي الدكتور بشير بدور أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا ورمضان كريم ورمضان كريم كل عام أنت بخير وأنت بألف خير لنبدأ مباشرة بحوارنا حول هذا الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية التأييد نقل صندوق التأييدات من أعضاء مجلس الشعب لمن تقدم بطلبات الترشح لهذه الانتخابات هي ربما من الإجراءات والمميزات لهذا الاستحقاق هل من مميزات أخرى في الاستحقاق الدستوري لـ 2021 وعلى ماذا تدل؟ تمام أولا نبارك أول شيء للشعب السوري بشكل عام هذا الانتصار حقيقة بعد أن ربما نقول حاول الكثير من أعداء سوريا منذ بدء الحرب على سوريا بهذه الهجمات المتكررة إن كانت على المستوى العسكري الميداني الاقتصادي وكلنا نعلم تبعيات المسائل الاقتصادية أو الهجمات الاقتصادية وصولا إلى الأبواق الإعلامية التي اليوم نسمعها وتحاول التخفيف والتقليل من شأن السيادة للدولة السورية اليوم هذا الإجراء الذي تم بقرار سياده بقرار دستوري من الدولة السورية الشعب السوري الذي اليوم يقف أيضا خلف هذا القرار متماسكا ومؤمنا بنظرية الانتماء ونظرية الإرادة والانتماء لهذه الجغرافيا هذا أيضا يشكل إنعكاسا ورسائل قوية جدا أي بمعنى أننا نحن اليوم من يعيش الحالة الديمقراطية نحن اليوم من يحقق أركان الديمقراطية بشكلها وبمعناها الحقيقي ليس كما نراها في الغرب بشقيه أو بعدة شقوقه الأمريكي والأوروبية وما يستماما لذلك اليوم هذا الإجراء هو إجراء هام جدا أولا من حيث الشكل أننا اليوم نلحظ أن هذه الإجراءة إن كان من خلال الترشح إن كان من خلال التأييد لأعضاء مجلس الشعب للمرشحين إن كان من خلال وصول صندوق المرشحين أو الذي فيه بطاقات التأييد للمحكمة الدستورية يدلل على أن هذا البروتوكول الذي اليوم نراه وعلى ربما الوسائل الإعلام بشكل عام وحتى الأجنبية ولاحظنا كيف كانت وسائل الإعلام أمام رئيس المحكمة الدستورية لتنقل هذه الصورة بكل شفافية وبكل وضوح وهذا أيضا يدلل على قرار سيادة للدولة السورية هذا طبعا من جانب اليوم وبعد مضي سلاسة أيام من 28 حتى أعتقد ثلاثة الشهر سيتم فض هذه الأوراق للإعلان عن الذين قبلوا ترشحهم أو نالوا هم مقبولون كترشح ولكن نالوا على أصوات أعضاء مجلس الشعب وكلها تسير في إطار قانوني دستوري سيادة هذه هي المعنى الحقيقي للديمقراطية تمام أستاذ منال حضرتك عضو مجلس الشعب ومن الأعضاء الذين شاركوا في هذه التأييدات وهذا الإجراء رأيك على المستوى الشخصي الذي يصب في بوتقة الوطن نعم اسمحي لي بداية أن أعترحم على شهداء سوريا الأبرار وأن أبارك عيد العمال لجميع الكادر العامل في التربوية السورية بنسبة عيد العمال شكرا دمت بخير الله يستخدمك بالعودة إلى السؤال نقول أن الديمقراطية والانتخاب مصطلحان يكادان يكونان متلازمان فحيث يكون هناك انتخاب يكون نوع من الديمقراطية في الحقيقة أن الديمقراطية في سوريا ليست وليدة اليوم بل هي منذ فجر التاريخ وهنا أذكر معلومة قد تكون جديدة ففي عام 3200 قبل الميلاد كان هناك شبه انتخابات في مدينة تدعى الكاليدة وهي تحاذي أو تجانب مملكة أوغاريت القديمة العظيمة فهي في هذا الحيز الجغرافي فسوريا هي منبع للديمقراطية وصدرتها إلى العالم أجمع أيضا في مقدمة الدستور دستورنا النافذ الحالي الذي صدر في 2012 والذي هو كما نعلم عقد اجتماعي توافق عليه السوريين ذكر في المقدمة بأن هذا الدستور جاء تتويجا لنضال الشعب العربي السوري على طريق الحرية والديمقراطية تماما وأيضا ذكر الدستور أن الديمقراطية في سوريا يعني هي حكم الشعب بالشعب وللشعب يمارسها الشعب من خلال النصوص الدستورية والقوانين طبعا التأييد البرلماني وكنت أنا ودي الفخر أحد الأعضاء المجلس الذين أدوا واجبهم حقيقة واجب اليوم كان علينا في إتمام سير العمليات التأييد فكما نعلم أن الدستور السوري نص أن مقدم الطلب وهو ليس اسمه مرشح بل هو مقدم الطلب لا يقبل أو لا يصبح اسمه مرشح إلا بعد أن يستكمل جميع الإجراءات القانونية بما فيها أن يحصل على تأييد خطي من 35 عضو مجلس الشعب كحد أدنى فممكن يأخذ أكثر ولكن أقل لا يقبل طلبه دستوريا طبعا كنا شاركنا في هذا الواجب انطلاقا من واجبنا الدستوري من مهامنا كأعضاء مجلس الشعب أيضا نحن قدينا قسم دستوري قبل أداؤنا قبل أن نباشر بالدور التشريعي الثالث لأننا نمثل آمال هذا الشعب ولذلك علينا أن نعطي تأييدنا لمن يراه الشعب هو الكفء لقيادة البلاد فكان دورنا في هذا الجانب التزاما بالدستور السوري من حيث المبدأ 250 عضو 35 عضو يحق له التصويت لمرة واحدة فقط يعطي مرشحه الذي يحب ويرغب إذا أردنا إجراء ربما قسمة بالعمليات الحسابية بالحسابات ممكن سبعة أن يكون إذا قسمنا 250 سبعة فاصلة فممكن سبعة يكون كحد أعظمي للذين سيقبل طلباتهم طبعا إذا استوفوا الشروط القانونية الأخرى من حيث العمر من حيث الإقامة من حيث الجنسية والجنسية الوالدين وجنسية الزوجة فهي جميعها نص عليها الدستور وقانون انتخابات رقم 5 لعام 2014 تمام طيب العدد اللي تقدموا لطلبات الترشح لانتخابات الرئاسة 51 شخص أيضا له دلالة رغم كل الجراح تعال السوري على هذه الجراح على قسوة ظروف على قسوة الزمان حرب متعددة المعارك وقف بوجهة أمام دول عاتية وعظمة ولكنه مستمر يعني هذا العدد اللي يتقدم أيضا وهمية المشاركة فيه حتى فيه أنه يعني يكون عندهم هاي المحبة وهي الهمة والقوة أنهم يكملوا على شو بيدل دكتور بشير أولا كان العدد خلينا نحكي بشفافي هناك زيادة في العدد تمام أولا يعني لا مانع طبعا أن يكون هناك هذه المشاركة الكبيرة لكن يعني سأقسم السؤال إلى شقين أولا الشق الأول بعد حرب عشر سنوات كانت عجاف بكل معانيها العسكري والاقتصادي والفكري وكانت أيضا من يعني الكثير من الدول ربما كان العدد لأكثر من مئة دولة الذين شاركوا في الحرب على سوريا إذن هناك كان تعب للدولة السورية حقيقة يعني حقيقة بتفاصيل الحرب وهذا طبعا كان له إنعكاس هذا أولا وكان له تقابل ومقابلة من الدولة السورية أن تتصدى لهذا التعب لهذا الحرب لهذه الحرب بكل أصنافها وربما ذكرت الكثير من مراكز الدراسات أن هذه الحرب لو وقعت على أي دولة أخرى لأنهكتها ويعني أخرجتها خارج حدود السيادي ومع ذلك بقيت الدولة السورية في حدود السيادي السوري والقرار السيادي للدولة السورية والقرار الدستوري اليوم مع اقتراب ووصلنا إلى تواريخ قريبة جدا من الاستحقاق الرئاسي 26 شهر الحالي طبعا و20 أيار خارج الحدود السوري إذن هناك أيضا رسائل هناك أيضا دلائل وهناك أيضا قرار سيادي يقع على تحمله الدولة السورية في ظل هذه التحديات قرار عسكري كان سياديا وقرار اقتصادي بالتصدي لما سمي بقيصر وتبعيات قيصر وأيضا قرار شعبي كان أيضا قرار سيادي ولكن هنا أنتقل إلى الشق الآخر ما يحمله العدد الكثير من المرشحين يعني من طبيعي جدا أن يكون رئيس الدولة يحمل مؤهلات قيادة هذا المجتمع وخاصة بعد هذه الحرب كما ذكرنا يعني ربما كان العدد كثيرا ومع ذلك نقولها دائما نحن سوريون وهذه أرضنا وهذا شعبنا وهذا دستورنا وميداننا ونحن كفئ لأن نقود طبعا أنا لا أستنقص من أي أحد وكلنا كفئ لأن نكون خلف أي أن كان يقود هذا البلد لتحقيق انتصارات أخرى وهذه بالمناسبة انتصار أيضا جديد يضاف إلى الانتصارات إن كانت العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتحديات بشكل عام وهذا أيضا تحدي جديد يضاف إلى التحديات التي تبنتها الدولة السورية خلال هذه العشر سنوات طبعا هي تتبنت تحدي منذ خمسين عاما ومنذ ألاف السنين ولكن هذا أيضا تحدي آخر وانتصار يضاف إلى انتصارات الدولة السورية والجميل أن نحكي أمام كل هذه الهجمات العتية على مر العصور أثبت السوري أنه الأقدر والأجدر على أنه يبقى ويكون بهالأرض الحاجب ويعني صاحب القرار والسيد من قبل السوريين إن كان داخل سوريا وإن كان خارج سوريا أستاذ منال ولكن اسمحي لي قبل أن أنتقل إلى هذا السؤال أن أعقب بكلمتين على عدد الواحد وخمسين الذين تقدموا بطلبات الترشح إلى أرفع منصب في الدولة وهو منصب رئاسة الجمهورية حقيقة هذا يدل ليس رقم مجرد يجب أن نقره على أنه دليل ثقة ثقة هؤلاء مقدمي الطلبات بأليات الديمقراطية التي تدار بها العملية الانتخابية وأيضا وعي السوري فهو اليوم يشارك رغم جميع الضغط رغم جميع الصعوبات التي تفرضها العقوبات والحصار العقوبات طبعا أحدية الجانب فاليوم يشارك من منطلق أن القرار الوطني سيد ومستقل يشارك ويقدم طلب فهو كمقدم طلب أو كناخب يعول كثيرا على هذه الانتخابات في سبيل ازدهار سوريا مستقبلا أما فيما يخص الانتخابات وأهمية المشاركة تماما السوريين المقيمين خارج الحدود السورية خارج الجغرافية السورية فحقيقة نظم الدستور أيضا هذا الأمر وقانون الانتخابات فحدد الآليات التي تقوم بها السفارات بهذا الإجراء طبعا نص الدستور وقانون الانتخابات على أن تقوم وزارة الخارجية والمقتربين بالإرسال إلى السفارات من أجل إعداد قوائم انتخابية مستقلة هكذا التسمية تكون في السفارات طبعا لم يلزم الدستور أو القانون الوزارة الخارجية والمقتربين بأي شكل من أشكال الدعوة ولكن فتح لها المجال بأي وسيلة تارى ممكنة تدعو المواطنين للانتخابات طبعا تقوم السفارات بإعداد الجداول الانتخابية أو القوائم الانتخابية استنادا إلى السجل العام الانتخابي الذي ورد في قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 وهذا السجل يكون من إعداد وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة العدل وزارة الإدارة المحلية والمكتب المركزي للإحصاء في كل بداية عام يتم مراجعة لهذا السجل من أجل التأكد من الأشخاص الذين بلغوا سن الانتخاب وإلى ما هناك من الشروط الأخرى الوردة في القانون طبعا هنا سفاراتنا تقوم بالأعداد القوائم كما ذكرنا ويكون الانتخاب حسب ما نص عليه الدستور قبل عشرة أيام على الأكثر أو على الأكثر من الانتخابات الجارية داخل البلاد فهنا كما نرى الدعوة كانت 20 أيار لخارج سوريا و26 أيضا ضمن المهلة الدستورية وهذا يدل على احترام سوريا دائما لدستورها وقوانينها طبعا هنا لا بد لنا من توجيه تحية للمغتربين الذين نراهم اليوم يتدعون إلى السفارات يقدمون العون من أجل إنجاز هذا الاستحقاق الهام وأيضا للاتحاد الوطني لطلب السوريا بفروع خارجية في كافة أنحاء العالم فهم هؤلاء الشباب مؤمنون بهذا الاستحقاق في أنه طريق الخلاص من هذه الحرب أو هي من أجل التقليل الضغوطات على سوريا يشاركون بكل قوة ويتدعون كما قلنا إلى السفارات في سبيل إنجاح هذا الاستحقاق طبعا السفارات بعد أن تتم عملية الاقتراع في الخارج تقوم بإرسال محاضر الانتخابات زائد الأوراق المتعلقة بالانتخابات عن طريق وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين إلى اللجان المعنية داخل سوريا من أجل متابعة العملية الانتخابية ويدل أيضا على احترام سوريا لمواطنيها أينما وجدوا سواء خارج البلاد أو داخل البلاد من أجل أن تتطلع إلى رغباتهم في من يمثلهم في رئاسة البلاد أكيد والسوري واعي لأهمية مشاركته أي مكان في العالم في سوريا بأن مشاركته هي انتصار للحق انتصار لسوريا دولة المؤسسات حتى في هذا الإجراء وهذا التنظيم هناك تحديات أمام سوريا لأن كثير من البلدان أغلقت سفاراتها وقنصلياتها أيضا هناك عملية التنظيم تقوم بها على أكمل وجه حقيقة سفاراتنا وقنصلياتنا بإرادة وإدارة سورية مئة في المئة لكن يعني ماذا عن أعداء سوريا الذين أصدروا بيان منذ يومين يتحدث عن عدم شرعية هذه الانتخابات كالولايات المتحدة الأمريكية فرنسا بريطانيا إيطاليا ربما يكون من باب الضغط السياسي لكن من جهة أخرى أيضا الخارجية الروسية أعلنت وأصدرت بيان عن شرعية هذه الانتخابات لأسباب عدة أوضحتها ووضحتها لأنها متوافقة مع الدستور السوري مع القرارات الدولية وهي لا تتناقض مع القرار 2254 هذا القرار الناظم للعملية السياسية في سوريا نتحدث هنا عن الضغط السياسي أيضا ضمن الحملة الإعلامية الدعائية المكثفة ضد سوريا هو سؤال جميل وحقيقة الحديث به يطول لكن سأقرأ لأنه ميدانك ومن سأقرأ تاريخ هذه الدول التي اليوم نشهد أو نلاحظ على أنها تدعي بأنها ترعى القوانين وتحترم القوانين تدعي بأنها ترعى وهي طبعا غير راعية هي مسيسة للقانون الدولي مسيسة للقانون الدولي الإنساني وللمنظمات تسيس هذه القوانين وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إذا بحثنا عن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمتد ربما ليس لأكثر من سلاس مئة عام ونعلم أن هذا التاريخ بني وأنا أقولها دائما على جماجم الهنود الحمر أصحاب المنطقة وأصحاب الأرض اليوم الكونغرس والبنتاجون والبيت الأبيض ووزارة الدفاع وكل هؤلاء لو بحثنا أو نبشنا نبشنا تحتهم نلحظ أن مبنيون على جماجم أبناء هذه الأرض إذن هذا تاريخ غير مشرف في الوقت عيني أيضا ننظر إلى التاريخ هذه الدول المستعمرة إن كان من فرنسا أو من أي هذه الدول اليوم الذي تتباكى وتتذرع بأنها تحمي القانون وهي مع القانون أيضا هناك تاريخ استعماري لهذه الدول نعود إلى الجانب الذي يخصنا نحن التاريخ السوري يمتد إلى عشرات الآلاف من السنين وتفضلت الزميلة بأنها تحدثت الزميلة أنا أقصد بدراسة القانون نعم بأنها تحدثت قانونيا بأن هذا التاريخ يمتد إلى عشرات الآلاف السنين وقد صدرنا إلى العالم الأبجدية والحضارة والكثير من الارتكاذات التي بنت هذه الدول منظومتها التاريخية عليها نتحدث عن الروسي لم نسمع أنه أنا لا أدافع ولكن تاريخه لم نسمع أنه تاريخ احتلال أو استعمار وما إلى ذلك حتى الإيراني حتى هذه الدول التي تقف اليوم مع سوريا ليس لها أي دور تاريخ إذن من هو الذي دائما يصدح وينبح خارج البلاد ضد هذه البلاد من يحملون جيناتهم التاريخية المؤسسة أو المدعومة على الاستغلال والسيطرة والاحتلال والوصال وما إلى ذلك لذلك اليوم هذا الجانب وهذا الشق المعني بهم لا أعتقد أن يهم أو يؤثر على حالنا كدولة تقود مشروع انتصار كما ذكرنا سابقا من انتصار عسكري إلى تحدي اقتصادي إلى تحدي دستوري اليوم لذلك أعتقد أن هذا الصياح وأبواق أعلامهم ليس جدير بالاستماع أولا وليس جدير بأن يحقق أي شيء على الأطلاق واليوم الحرب على سوريا جعلت الكثير من القطبيات تظهر إن كان القطبية الروسية والإيرانية والصينية لذلك لم نعد نخاف طالما أننا لنا أصدقاء تدعم قرارنا وتدعم حقيتنا الدستورية والقانون نعم طيب أستاذي منال متى تجهز قوائم المرشحين ربما هناك يوما قوائم المرشحين هنا حسب دائما نرجع إلى القانون والدستور فبعد أن تسلمت المحكمة الدستورية العليا صندوق التأييدات وكما لاحظنا يوم الخميس تسلمت الصندوق وكان برفقة أحد أعضاء مكتب المجلس وكان نائب رئيس المجلس سيد أكرم عجلاني كان برفقة الصندوق وهنا يجدر التنويه أن الصندوق لا يسمح لأي قوة مسلحة بأن ترافقه سوى لشرطة مجلس الشعب تماما فلاحظنا هذه الإجراءات والتزام سوريا دائما ومؤسساتها بالإجراءات القانونية إلا طالما كانوا حراس البرلمان تماما تماما فبعد أن تسلمت المحكمة الدستورية العليا هنا تقوم بفض هذه المظروفات داخل الصندوق لتعلم كم التأييدات التي حصل عليه كل مقدم طلب للترشيح تصدر أولا بعد خمسة أيام على الحد الأكثر على الحد الأكثر خمسة أيام تصدر قائمة أولية بأسماء الذين قبل ترشيحهم وهنا يحق لمن لم يقبل ترشيحه أن يتظلم خلال ثلاثة أيام تالية لإعلان عن القائمة الأولية بعد الثلاثة أيام التي تقدم بها الطالب التظلم أيضا مدة دستورية قدره ثلاثة أيام للبحكمة الدستورية العليا لتبط بقرار مبرم ونهائي لا يقبل أي طرق من طرق المراجعة ويكون قرارها مزم لجميع السلطات في الدولة بإعلان القائمة النهائية التي تحوي أسماء المرشحين الذين قبل ترشيحهم بحسب الشروط الدستورية تماما من يعلن أسماء النهائية للمرشحين المحكمة الدستورية العليا تعلن الأسماء يعني رئيس المحكمة هو تماما وهنا يجب أن تعلن الأسماء قبل 15 يوما من اليوم المحدد للإقتراع يجب أن يكون هناك مدة 15 يوما على الأقل قبل يوم الإقتراع تعلن فيها القائمة النهائية ليكون لهم فرصة مجال فرصة الدعاية الانتخابية في الإجراءات الأخرى حسب ما فهمت أنا من السؤال هل المحكمة هنا إشارة بعد أن يتضح لها من هو الذي فاز ببعض الأعضاء حصل على تأييد هل أيضا يرسل ترسل أسماء تنشأ تنشأ في الجريدة الرسمية هنا يقوم تقوم محكمة دستورية العليا بنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين أسماء الذين قبل ترشيحهم نحكي عن أهمية دعوة مجلس الشعب للرلمانات العربية والدولية لتكون مواكبة لهذه الانتخابات يعني أنا أراه رد جدا قوي من الدولة السورية للذين يسيسون القانون والذين يسيسون حتى المنظمات الإنسانية أو الدولية حتى المنظمات التي تعني بدعينا أقول يعني الشق الرقابي اليوم بكل وضوح كانت هناك رسائل بكل الدول الصديقة وكانت رسائل هي رسالة عامة يعني لكن تم إرسال رسائل ربما بخصوص أو بالمسمى للدول الصديقة ليحضوا هذا النصر الانتخابي النصر الدستوري إنجاز الإنجاز دستوري هلأ شوفه يعني نحن أنجزنا هذا الانتصار في 2014 وكان المشهد ربما حر وطبيعي بدون طبعا هذه رسالة أيضا للذين يشككون أن هناك ربما إجراءات أمنية إجراءات قسرية إجراءات تتخذها الدولة أطلاقا الأمر واضح على الإعلام إن كان رسمي أو حتى كان هناك وسائل إعلام أجنبية حتى كانت مواكبة أيضا من سائل أحلام عربية وأجنبية اليوم أضيف لي هذا الأمر دعوة إلى البرلمانات أيضا لحضور يعني الإعلام الرسمي والإعلام الخارجي والإعلام الصديق والدول الصديقة وأيضا رسالة إلى البرلمانات الذي تود أن تحضر لتكون يعني دعيني بالعامية منقولة لنحط مخرز بعينهم إنه نحن عم نشتغل وفق أصول قانونية دستورية ووفق قرار سيادي للدولة السورية ليس إلا وملتزمون بالقوانين الدولي القانون والقوانين الإنساني نحترم المنظمات الدولي على عكس هم ما يعني يتبنوه أو يسعون إليه تماما خرق للقانون الدولي انتهاك للمنظمات خرق للبرتوكولات انتهاك للمعاهدات يعني لم نشهد ربما حقبة تاريخية اليوم أكثر خرقا للقانون الدولي من هذه الحقبة اليوم في الهجمات والحرب على سوريا وهنا أؤكد يعني الخوف ليس فقط من أن نخترق مادي قانوني الخوف أن يعود المجتمع الدولي بشكل عام إلى مربع ما قبل الحرب العالمية الثاني وحكم شريعة الغاب والفوضى التي تسود هذه الدول يعني هذا مرعب سيكون لا قانون لا منظمات لبرتوكولات لمعاهدات هذه هي الطعمة الكبرى لذلك على المجتمع الدولي أن ينتبه إلى هؤلاء الذين يسيسون أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية عن المشروع الصهي أمريكي في المنطقة أتحدث عن الدول الأوروبي التي تتبع كالنعاش خلف راعيها الولايات المتحدة الأمريكية هذا خطر يشكل خطرا على القانون الدولي كما ذكرت وعلى انتهاكات المعاهدات والاتفاقيات هل سيشكل ربما ورق الضغط السياسي على سوريا؟ هلأ اليوم إن كان من قبل الولايات المتحدة أم من فرنسا أم من إنجلترا؟ أعتقد من خاض عشر سنوات من الحرب بكل ما دعمت هذه الحرب من لوجستيات ومن عملاء في الداخل ومن عملاء من أشقاء من أنظمة أتحدث عن أنظمة بعض الأنظمة العربية التي دعمت هذه الحرب من لوجستيات ومعدات وكانت حرب بالوكالة هؤلاء خرجي السجون المسلحون والميليشيات بمختلف مسمياتهم الإسلاموية والانفصالية وما تبنوه من مشاريع متعددة الألقاب كانت تصدر إليهم خلال أوامر من الولايات ومن العميل الذهبي التركي أعتقد من واجه هذه السنوات وهذه الحرب وهذا الكم الكبير اليوم قادر على أن ينتصر في المواجهة اليوم المواجهة الدستورية أكيد وهذا عشاننا بأبناء بلدنا الحبيب السورية أستاذ منال ذكرتي وحضرتك ووجهتي معايدة لكل عمال بلدنا الحبيب السورية بمناسبة الأول بن أيار ربما هذا الشهر فيه محطات عزيزة وكريمة وهناك أيضا محطات تاريخية لا تنسى في ذاكرة السوريين حقيقة نحن مقبلون على السادس من أيار مستحيل أن ينسى السوري المجزر الذي يرتكب بحق نخبة من رجالات الفكر والعالم على يد المحتل العثماني أيضا المحتل الفرنسي وقت البدو كان يرعب دمشقيين أهل سوريا يعني يضع جثامين المقاومين والأحرار في ساحة الشهداء ساحة المرجع فما كان إلا هذا الشيء يزيدون إصرار وتصميم على أن يكملوا لحتى تبقى بلدنا مزنرة بالمحبة ومسيجة بالقلوب وأرواح الشهداء أيضا 29 أيار يحمل محطة حدثة البرلمان ربما أيضا اليوم من الانتخابات بال2021 هذه المحطات يجب أن لا تنسى والسوري هو يعني اللي بيمثل هاي الذاكرة هو اللي عم يصنع هذا التاريخ فهون نحن قدام نحكي ومنأكد على عنفوان على عزة السوري أستاذي منال أكيد دائما الرحمة لأرواح الشهداء نحن مقبلون كما ذكرت على عيد الشهداء بعد أيام قليلة وذكرت الحادثة الفضيعة التي شهدتها دمشق وشهدها العالم بهذه الجريمة النكراء التي حصلت في ساحة المرجع لأرواحهم السلام دائما والشيء بشيء يذكر فلأن هذه الدول هي ضد الديمقراطية وضد الشعوب الحرة الكريمة ففي عام 1919 أيضا عند انتخاب المؤتمر السوري الذي كان التسمية الأولى للبرلمان السوري كان المؤتمر السوري في عام 1915 بريطانيا وفرنسا الاستعمار القديم الجديد منع أبناء المنطقتين الغربية والجنوبية من التوجه للانتخاب فهم منعوا أيضا أبناء هاتين المنطقتين وحينها تم الانتخاب عبر ضابط توكيل من الأعيان والزعماء بحسب المصطلحات التي كانت سائدة أنذاك فهي دول إجرامية دائما تحارب الشعوب الحرة الكريمة العزيزة ولكن نحن دائما نعول على وعي وثقافة وأنفوان شعبنا الأصيل شعبنا الكريم الذي جاد بالأرواح وبالأنفس وبالدماء لتبقى هذه الأرض عزيزة وحرة وكريمة فمن جاد بالأرواح لن يبخل أكيد اليوم في هذا الاستحقاق الهام الذي هو انتصار لدماء الشهداء التي روت أرض الوطن عبر عشر سنوات ماضية من الإرهاب الدائم والمركز والمتكرر وعبر تاريخ وحضارة سوريا القديمة الحديثة فهي كما قلنا منبع لديمقراطية منبع لأي شيء حضاري وراقي وشفاف فالسوري دائما أصيل وهو بصراحة نحن لا يحتاج أن نذكره بواجباته فهو كما حصل في 2014 وعندما أبهر العالم في الخارج قبل الداخل فرأينا جموع السوريين الذين في الخارج تدعوا إلى صناديق الاغتراع متحدين القرارات التي كانت في الدول تلك بمنعهم من المشاركة في الاستحقاقات فالشعب السوري دائما شعب يحترم دستوره طبعا انطلاقا من تأكيده على مبدأ السيادة الوطنية والوحدة الوطنية أكيد لأعداء سوريا نهجهم وثقافتهم ولنا نهجنا وثقافتنا خلونا نتابع معكم ضيوفنا الأكارم وأكيد نتابع أيضا استطلاع الكاميرا التربوية لعينة عشوائية من الناس التقطن بالطريق تفضلوا مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي نحكي عن المواطن بين حقه للانتخاب وبين واجبه طبعا الانتخاب حق وواجب والمواطن هو في ديمقراطية يعني حق المواطن أنه يمارس حقه الانتخابي هذا الواجب تباوه أما الشي الغريب أن عدد المرشحين هلأ واجب كل مواطن ينتخب وينتخب اللي بيلاقيه مناسب بين حق الانتخاب والواجب طبعا هي مثل ما حقيت أنت أنهم شغلتين بس مترابطين مع بعض يعني إذا أنا ما قمت بهذا الواجب فعناتها أنا عم خصير عم باطي مثلا إذا أنا ما بدي شي ما عم وصل له الفكرة وإذا بدي عم عنات أنا عم وصل الفكرة فلازم يكون دائما حقنا بالانتخاب لازم كل ياتنا جميعا نستخدمه لتوصل كلمتنا والهدف المرجو من الانتخاب طبعا يعني المواطن يعني هذا من أبسط حقوق المواطن يعني هو الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية وحق الشرعي يعني سواء كان مواطن وحصنا يكون مواطن سوري يعني حصنا مواطن سوري يعني غير السوري لا يحق له وإن شاء الله يعني العرار بتبقى خير يعني للمواطن السوري والسوريا جميعا يعني وفي خير إن شاء الله إن شاء الله في خير يعني لسوريا يعني نحنا نتأمنه خير بالمستقبل واللي جاي إن شاء الله البلد ستنفتح بعد الانتخابات الرئاسية لأمور كتير اقتصادياً أو سياسياً إن شاء الله حق الانتخاب حق كفله الدستور السوري وهو طبعاً للي حق هو حق وواجب مثل ما كلنا بنعرف أكيد حق وواجب ولازم لكل يشارك مشان يعبر عن رأيه يدلي بصوته يشوف شو الخيار الأنسب فحق وواجب هو حق دستوري صالة دستور الجمهورية العربية السورية واجب على كل مواطن سوري أنه تأكيد على أنه هلأ الدورة السورية رسالة رح يقدمها المواطن على أنه رصاصة رح تكون بنعش المؤامرة على سوريا أنه يمارس حقه بالانتخاب هلأ نحن هون أكيد كلنا هنمارس حقنا بالانتخاب شي طبيعي هاد وبالخارج نركز عن موضوع المواطنين بالخارج هون أكيد الكل هيمارس بس ما عندي فكرة كثير تفاصيل عن شو بده يصير ترتباط المواطنين بالخارج يكون حلقة لكل مواطن أنه ينتخب سواء بموافق على المرشح أو لا والانتخاب هو حق يعني شخصي ويمثله دستور يعني واجب وطني هذا لازم يتخذ الإجراءات وينتخب فورا ما بده طبعا حقه ونفس الشيء أنه واجبه يعني هذا حق شرعي لأي مواطن يعني نحن ناطقين فرق الصبر هيك لحظة طبعا تابعنا مجموعة من الأراء عينة عشوائية لتقطون كاميرا التربوية وهذه طبعا لا أقول هم فقط يمثلون هم هذه العينة هي أعتقد صوت واحد نموذج أو نموذج تشكل الواقع السوري حقيقة أو الشعب السوري وطبعا ربما اقتصرت الكاميرا على الواقع المحلي أو على بعض استطلاع الرأي المحلي ولكن ربما لو ذهبنا أكثر إلى المناطق أو أهلنا لاحظنا أنهم يتمنون أن يكونوا اليوم قبل الغد في الأرض السوري ليمارسوا هذا الحق وهذا الواجب ليختاروا حقيقة من يمثلهم في انتخابات الرئاسية يعني طالما نسمع الأراء ونعرف كلاياتنا نحن مجتمع جميل بالعشرة وجميل بالمحبة والألفة رغم قساوة الظروف مرينا كلاياتنا بظروف قاسية لكن بعد من ضبطين ويعني متمسكين بسوريتنا اللي دايما هيك بتاخدنا لفضاءات ومستقبل أجمل كلاياتنا نحن مننشده ما بيقبل السوري أنه يكون ضمن نظام خانع للولايات المتحدة الأمريكية ومن يلف لفيفا حتى لو كترت علينا الظروف وفيه طعنات غدر وإلى آخره بس ما بيقبل السوري أستاذ منال ومثل ما قال أحدهم قال أنه حق الانتخاب كفلوا الدستور السوري خلينا نحكي عن كثير من القضايا ربما نحكي عن حق المواطن في التعليم أيضا هون منتوجه للأسرة أستاذ منال تسمحي لي أن أعقد قليلا نحن على الريبورتاج الذي يظهر طبعا هؤلاء المواطنون عبروا بكلماتهم البسيطة والنافعة من القلب على مبدأها من مبدأ المواطنة مبدأ كفلوا الدستور وهو الذي ينطوي على حقوق وواجبات فهم مدركون اليوم أنه عليهم واجب إنجاح هذا الاستحقاق لكي تماما إنجاح هذا الاستحقاق لكي يضمنوا العيش الحر الكريم في ظل دولة قوية وقادرة على حماية قوانينها ودستورها أيضا من أجل مستقبلهم ومستقبل أبنائهم فهذا السوري دائما ينظر إلى المستقبل لا يتراجع إلى الخلف أبدا ينظر إلى المستقبل ينظر أنه سيد ويجب عليه أن يقوم بواجباته في سبيل ازدهار سوريا دائما طبعا الشعب السوري متماسك دائما في سبيل إنجاح استحقاقاته الدستورية نعم بانتخابات لألفين واربطعش دكتور بشير أغلقت الدول سفاراتها قنصليات اللي بثت يعني العرق اللي وتكون يعني فعلا يعني حجر أيضا من نوع من التحد هل سيتكرر هذا المشهد بالألفين وعشرين ربما تماما أنا بالألفين واربطعش كنت يعني بإفاد إلى سفارتنا بلبنان سفارة الجمهوري العربي السوري وكنت أعيش هذا المشهد الذي رأيتموه في لبنان الشقيق طبعا من زحف جموع المواطنين السوريين إلى السفارة للإدلاء كما ذكرنا حتى من المهجرين صحيح حتى لفظة المهجرين هم مواطنون سوريون موضوع بفعل بفعل حالي إرهابية عدم الأمان في مناطق دخلها الإرهاب أجبارهم يعني مجموعات الإرهابية المسلحة على أنهم يخرجوا خارج حفظ ننتقلوا إلى مكان آخر ربما الكثير منها مناطق حدودية هذا طبعا كان الأكثر من من هم خرجوا خارج البلاد بغض النظر يعني بال2014 كانت ما ذالت الهجمات كثيرة ربما بإحصائي كانت أكثر من خمسين بالمئة من مساحة الجمهورية العربية السورية تعيش تحت وطأ هؤلاء التكفيريين هذه المجاميع الإرهابية كانت يعني الحرب على سوريا لم تدخل بعد إلا الثلثة الأول منها يعني في بداياتها ومع ذلك كان العرس لا أقول الانتصار كان العرس الوطني جميلا جدا وكان دستوريا وكان يعني يحمل الكثير من المعاني والرسالة اليوم نعيش في العشر الأخير من الانتصارات على هؤلاء التكفيريين على امتداد المساحة الجغرافية يعني لم يبقى إلا محافظة إدلب وإن شاء الله نصرها قريب والشرق الشمال السوري من منطقة الجزيرة وأيضا هذا يخضع إلى بعض التفاهمات بين هلالين لطرد هؤلاء المأجورون وهؤلاء المحتلون أيضا بشقيهم الأمريكي والتركي إذن اليوم هو انتصار وليس عرس فقط هو عرس مكلل بانتصارات هذا الشعب الذي اليوم بعد تضحيات عشر سنوات وارتواء هذا التراب بدم الشهداء سيزهر بانتصارات القرار السيادي انتصار قرار الشعب الذي أيضا بقي محافظا على وحدته كرامته بغض النظر طبعا من من هجر بفعل كما ذكرنا الإرهاب من من ضاقت فيه السبل من خلال طبعا الأعمال الإرهابي ولكن ثقي بأن الشعب السوري بمختلف أطيافه كان متضامن وموحد تجاه هذه الهجم يعني مثلا كنت أسمع منذ يومين على أن هناك انشقاق كان هناك انشقاق تمام انشق جندي انشق بابط انشق يعني هي انشقاق هل انشقاق تحرق تحرق وانشق غرف سوداء ليتم إعلانها ونشرها ربما لإضعاف وليس ربما طبعا كان لإضعاف الروح المعنوي كان للوصول إلى صور لأنه دروا سأل الأعلام سوريون ينظرون إلى هذا الاستحقاق الدستوري بعين الترقب وعين الكبرياء وعين البهاء والجلال أيضا العالم كله ينتظر هل يعتبر فعلا هذا الاستحقاق محطة مصيرية في حياة سوريا ما قبل 2021 أو ما قبل الانتخابات غير ما بعد الانتخابات أستاذ منال برأيك طبعا بالتأكيد وخاصة مع جملة الأكاذيب والتضليل التي تقوم بها المكينات العالمية مدعومة من أمريكا والدول التي تتبع نهجها يأتي اليوم تسليط هذا الضوء على سوريا وعلى استحقاقها من أجل ضحض هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب طبعا وهنا كان قرار موفق لمجلس الشعب السوري بدعوة البرلمانات طبعا هو في إشقين أولا في العرف الدولي هناك دعوات تكون متبادلة في الاستحقاقات الرئاسية وهنا أذكر في الاستحقاق الرئاسي لروسيا شارك وفد من زملائنا في الدور التشريعي الثاني في وفد إلى روسيا لمواكبة هذه الانتخابات فاليوم بذات الآلية بذات العرف الدولي أرسل مجلس الشعب دعوات وأيضا لهدف ثاني حتى تطلع هذه الوفود على مدى الرقي والشفافية والأهليات الديمقراطية التي يدار بها الاستحقاق الرئاسي حتى تنقل هذه الوفود إلى شعوبها وإلى من تمثله في بجتمعاتها الداخلية ما يجري على الأرض السورية من منبع الحقيقة لا أن تنتظر الماكينات الإعلامية التي تبسمها هنا وهناك من أجل تزييف أو تحريف أي عملية تقوم بها سوريا أظن أنه عرف هذه الدعوات عرف دولي نوع من البرتوكول أو الاتفاقية بين الدول الصديقة ليس نوع من الحكمية دائما أعداء سوريا بيصعوا لأنهم يوضعوا سوريا على قائمة جدول أعمال مجلس الأمن لإرهاق هذه القضية لإنهاكها اليوم يعني منحكي عن دور وسائل الأعلام في نشر ثقافة هذا الاستحقاق تماماً ومنعرف نحنا كلنا أنه نحنا أمام حرب متعددة المعارك والمعركة يعني ربما اللي بتوازي المعركة العسكرية هي المعركة الإعلامية تماماً مئة بالمئة ويعني شهدنا طبعاً الكثير من المتاعب خاصة للإعلام الرسمي عندما تم التشويش من خلال الأقمار من خلال تنزيل أو يعني إلغاء بس القناة وحتى أضعاف الإمكانيات عبر الحضر الاقتصادي تماماً يعني وهذا طبعاً كله مترافق ومع ذلك الإمكانات التقنية لكن الإمكانات السورية مشهود لألا في كل المحافر وفي كل مناحي الحياة هندسة طبابة دائماً سوري فاعل حتى الحرفيين المهنيين اللون رونق وطابع حقاً بدي أطلع هيك شوي شوي صغيري يعني منذ كم يوم كما إدعت وسائل الإعلام خارجي وخاصة الكيان الإسرائيلي وبعض المنظرين الأمريكيين أن صاروخاً فلت وسقط بالقرب أو على بعد من مفاعل ديمومة ولكن هذا الصاروخ هل هو فلت حقيقة لا طبعاً وربما كانت رسالة واضحة تصوري هذا الإنجاز أو الإبداع السوري مع كل الحصار والحرب على سوريا والتضخيم الإعلامي كما تفضلتي اليوم هناك يعني قوة إعلامية إن كان وفق الإعلام الرسمي أو حتى وفق الدول الصديقة الذين أيضاً يقفون معنا في إعلامهم وفي منصاتهم الإعلامية للبوح والنطق بحقيقة ما هو موجود من احترام من قانون من دستور من سيادي من قرار دستوري للدولة السورية نعم تؤكد دائماً وهنا أيضاً نؤكد على أن جينات هذا الشعب ترتبط بتاريخ طويل يمتد إلى آلاف السنين يحمل وحمل معه الرسائل وحمل الحضارة حمل تصدير هذه الحضارة إلى كل دول العالم طبعاً على عكس ما نراه ونشهده من هذه الدول التي هي يعني أبواق ليس إلا ولا ولا تبني أي مفاعل من مفاعلها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية إلا وفق الأطماع التي تحددها اللبيات لهذه الدول كيف تسير هذه اللبيات كيف تسير هذه الأنظمية لأنه السوري تفضل أستذكر قول السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد عندما يعني كان هناك بعض الأمثلة لحديث لترامب ذهب ترامب وأجاجو بايدن وذهب أوباما هم مدراء لمؤسسات تقودها اللبيات الصهيوني ليس إلا وبالتالي ليس لديهم أي تاريخ أو سياسة يرتكزون عليها إلا وفق مصالح هؤلاء وهذه المؤسسات وهذه اللبيات والسوري مثل السنديان كل ما عصفت عليه الريح بيشتد وبيمد جذوره أكتر بالأرض ويتشبث أكتر شكرا جزيلا لحضرتك المحل الأساسي الدكتور بشير بدور على معرضت في هذا الحوار شكرا جزيلا لحضرتك ومجددا ومجددا نكرر الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا وكل عام وعيد العمال عمالنا بألف خير وأيضا نشكر هذا اللقاء نشكر الترباوية الذي اليوم وكادر العمل شكرا لحضرتك دكتور بشير بدور المحلل السياسي أيضا نشكرك أستاذ منال الشيخ أمين عضو مجلس الشعب شكرا لك اسمحي لكما نوجه تحية للإعلام السوري الذي كان مواكب العملية منذ البداية إلى النهاية وهو ليس فقط في هذه العملية بل كان دائما في كل الساحات وقدم شهداء كل الرحمة لأرواحهم فتحية دائما إلى الإعلام السوري الوطني الذي جابها منظومات إعلامية ضخمة بإمكانيات هي تقنية بسيطة ولكن بإمكانيات بشرية تفوق تلك المنظومات شكرا لكم جميعا شكرا لحضرتك وشكر موصول لكل مشاهدين الأحبة عبر التربوية السورية بهاليوم الأول من أيار من عايد ومن بارك الأياد المنتجة وتبقى اليد المنتجة هي اليد العليا فتحية لكل الأيادين تتشابك مع بعضها لحتى نبني ونعمر بسوريتنا دمتم بألف خير ودامة سوريا الحبيبة بألف مليون خير شكرا اشتركوا في القناة